في لبنانا العين على استحقاقات الداخل ومنها رئاسة الجمهورية وعلى الاستحقاقات الميدانية في الجبهة الجنوبية مرورا بالتدعيات المتسارعة للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وصولا الى اوروبا التي تشهد انقلابا دفع باليمين المتطرف الى التصدر في الانتخابات التي جرت على مستوى الاقليم في الشأن الرئاسي تتزاحم المبادرات والتحركات من دون تحقيق اي اختراق جدي وقد التحق بركبها رئيس الطيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قبل ان ينهي الحزب التقدمي الاشتراكي وقتلق الاعتدال الوطني مساعيهما باسيل يمم اليوم وجهه شطر عين التيني حيث يفترض ان يكون قد استمع تكرارا الى موقف الرئيس نبيه بري لا عودة عن التشاور كشرط لدعوة النواب الى جلسة الانتخاب رئيس للجمهورية فالتشاور هو الممر الالزامي لانجاز الاستحقاق ولا بد منه اولا وثانيا وثالثا واحد عشر كوكبا وبعد خروجه من الاجتماع مع الرئيس بري حرص باسيل على القول انه لا يحمل مبادرة بل مسعى لدى الجميع لتأمين الاستحقاق الدستوري واكد انه تفاهم ورئيس المجلس على ان التفاهم اهم بكثير من الانتخاب على جبهة الحدود اللبنانية الفلسطينية لم تطرأ عوامل جديدة على المشهد الميداني الذي سجل وثبة اضافية للمقاومة في مفاجآتها وسياساتها الردعية وبمقتضى هذه المفاجآت تكرر التصدي للطيران الحربي الاسرائيلي بصواريخ ارض جو فوق الاراضي اللبنانية وفي الوقت نفسه فرضت مسيرات المقاومة حضورها في الاجواء الفلسطينية الشمالية حيث يلاحق هاجسها العدوة بمستوييها العسكري والسياسي هذا الهاجس عكسته وسائل الاعلام العبرية حين اشارت الى ان مسيرة نجحت في نشر القلق لدى ما يزيد عن مئتي الف مستوطن في عكا وشمال حيفا حيث هرع عشرات الالاف منهم الى الملاجئ وربما كانت هذه السياسة الرضعية والهجومية من جانب المقاومة قد دفعت العدو الى التراجع خطوة الى الوراء في التهديد بعملية واسعة في لبنان اذ نقلت وكالات انباء عالمية عن مسؤول اسرائيلي قوله ان الحرب في لبنان ليست حتمية واضاف اننا ابدأنا انفتاحا على الجهود الاتبنوماسية الامريكية والفرنسية اضف الى ذلك ان البيت الداخلي الاسرائيلي ليس بخير وقد جاءت استقالة عدد من الوزراء في مقدمهم بني جانتس لتزيد طين الانقسامات والخلافات بلا وعلى اقاع هذه الانقسامات يحط رئيس الديبلوماسية الامريكية انتوني بلينكين اليوم في تل ابيب في ثامن زيارة من نوعها منذ بدء عملية طوفان الاقصى بلينكين الذي يلتقي بنيمين نتنياهو وزير حربه يواف جالانت وغانتس تندرج زيارته ضمن جولة بدأها من مصر وتقوده لاحقا الى الاردن فقطر ابعد من مصر واسرائيل والاردن وقطر انجذب جانب من الاهتمام الى الانقلاب الشعبي الذي انفجر في اوروبا حيث تقدم اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الاوروبي الصفحة الاقوى كانت في فرنسا حيث منيام وعسكر الرئيس ايمانويل مكرون بهزيمة كبيرة اجبرته على حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة ولسان حاله يقول صعود القوميين يشكل خطرا على فرنسا واوروبا شكرا 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 شكرا